أصحاب المناصب داخل دوائر الدولة في محافظة الأنبار عدم استغلال مناصبهم لأحزابهم يعني مو كل شخص يريد يرشح ومرشح الحزب رح يستغل دائرته أو منصبه ويجير الموظفين اللي تحته في سبيل الحزب فلا أنت تكون كفوء وبيك طاقة صحيح وإيجابية وتعرف الناس تريدك انزل للشارع الشارع رح ينطيك صوتك مو أنت تجير موظفينك واللي بداخل دائرتك اخدام الآليات الحكومية هذه الآليات ليست فقط الشخص أو الحزب هذه المواطن العامة يعني خدمة الناس جاية نحن نشوف اليوم تستخدم بطرق ما نعرف من مخولة طيب أنت اليوم كمفوضية نطالبكم اليوم مراقبة للمرشحين لك المرشحين بدأوا صورهم بالشوارع وكأنما لا حسيب ولا رقيب نطالب رئيس الوزراء والنزاهة شوف دوركم معا نلاحظ بعض المرشحين يستخدمون آليات الدولة في ترويجهم من انتخاباتهم فإحنا ناشد المفوضية انتخابات أن يطلعون على هذا الشي يعني بعض المرشحين حتى وجود إليهم كان ماكوا بالمحافظة أسا قام يطلعون وعلى الشعب ويشوفوهم هم أصلا الآليات الدولة هاي ملك الشعب مو ملك المرشح ولا ملك مؤسسة ولا ملك حزب مو ملك أحد ملك الشعب هذا وهذا حافظة حقوقنا نطالب بها اشتركوا في القناة